إذن مشاهدنا صاروخ يمني واحد أيقظ دولة بأكملها هذا ما قالته صحف إسرائيلية بعد استهداف الحوثيين لتل أبيب بصاروخ باليستي صافرات الإندار أقلقت نوم نحو مليوني إسرائيلي هرعوا إلى الملاجئ رغم إعلان الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ الذي أطلق من اليمن سقط في منطقة مفتوحة قرب المطار لكن شضايا صاروخ اعتراضي سقطت في محطة قطار ما أصاب المحطة بأضرار إلى جانب إصابة التسعة بالتدافع نحو الملاجئ وفقا للإسعاف الإسرائيلي القناة الثانية عشرة الإسرائيلية ذكرت أن الدفاعات الجوية أخفقت في اعتراض الصاروخ الحوثي وأشارت إلى أن الجيش يحقق في سبب الفشل باكتشافه قبل وصوله علميا وحتى يصل صاروخ أطلق من اليمن إلى تل أبيب فإنه يقطع حوالي ألفي كيلو متر ويحتاج الصاروخ الباليستي لنحو خمسة عشرة دقيقة لقطع هذه المسافة وهو ما اعتبرته وسائل إعلام إسرائيلية وقتا كافيا لاكتشافه واعتراضه أيضا إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت أن الصاروخ أكتشف بواسطة أنظمة الكشف وتم اعتراضه بصواريخ اعتراضية سواء من نظام حيتس أو من القبة الحديدية لكنها تساءلت إن كانت عملية اعتراضه هذه جاءت متأخرة خاصة وأنه صاروخ باليستي ثقيل بعيد المدى ترجمة نانسي قنقر